جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم زوجة ابتليت بصاحب كبير عفاً الله وإياكم كتركه لبعض الصلوات أو لتعاطيه للمخدرات ما حكم طلاقها حين إلا زوجة ابتليت بصاحب كبير كتركه لبعض الصلوات أو لتعاطيه للمخدرات أما إذا كان تاركاً للصلاة فلا يجوز بقاءها معه لأنها مسلمة وهو كافر لأن من ترك الصلاة متعمداً فإنه يكون كافر فلا يجب عليها وعلى وليها طلب الفراق منه وأما المبتلى بالمخدرات أنه معصية عظيمة فإذا خافت على نفسها من الضرر من البقاء ماهو أو خافت التأثير على أولادها منه فإنها ينضغل لها أو يستحب لها أن تطالب بالفراق منه بل قد يجب عليها ذلك إذا كان هناك ضرر عليها أو على أولادها يجب عليها لأجل يزالة الضرر يرح